شكرا على الاستضافة أولا ليست هناك اتهامات لحيقة مواجهة للتراجع الرياضي التونسي في مثل هذا الملف لأنه بيان السيد رئيس الاتحاد الأفريقي كان واضحا ركز بالأساس على عدم توفر الظروف الأمنية والتنظيمية وهي أسباب أقل ما يقال عنها أنها مخجلة هي مهزلة بأتم معنى الكلمة لأنه الجميع شهد المباراة الجميع شهد التعليقات الكل كان يتابع والأنظار كلها كانت مواجهة فيما يتعلق بعملية الفار هدف مش هدف قوانين لعبة يعتمد هذا الفصل لا يعتمد هذا الفصل ولم يكن يدر بخلد أي شخص أن الأمر يتعلق بالأمور الأمنية والتنظيمية تفاجئنا الكاف اليوم وهذا سبب أعتقد أنه سيوردها تفاجئنا بأن الظروف الأمنية والتنظيمية لم تكن متوفرة في تونس وصراحة هذا نحن لن نسمح به لأنه يمس حتى السيادة الوطنية لتونس الأمور الأمنية متوفرة ولا أدل على ذلك أنه لأكثر من ساعة ونصف فريق الوداد كان موجود ولم يحصل له أي مكروه لا من قريب ولا من بعيد كذلك حتى عند مغادرة رئيس الاتحاد الإفريقي السيد أحمد أحمد للملعب كان هنأ رئيس الحكومة الذي كان متواجدا بالميدان على توفر الظروف الأمنية وشكره على حسن تنظيم هذه المباراة حتى حد لا يوجد أي شخص تناول عدم توفر ظروف أمنية في الملعب لم يتعرض أي شخص في تونس أو خارج تونس أو كل من شهد المباراة إلى وجود تهديد أمنية أو عدم وجود ظروف تنظيمية تحدث عن تهديدات من قبل رئيس الجامعة التونسية أو عفوا رئيس النادي الترجي الرياضي التونسي حمد المدب تهديدات باتجاه رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس الكاف أحمد أحمد هذا قبل المباراة أو بعدها أو أثناء المباراة هذا غير معقول عندما نتحدث عن ظروف الأمنية يجب أن نقول بأن الظروف الأمنية غير متوفرة في تونس والحال أنه أولا في أحلك أيام وفترات السنوات الفارتة ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التهديدات الأمنية نحن السلطات التونسية والأمن التونسي خاصة متعود على إدارة مثل هذه المباراة بطاقة استعاب قسوة ولم يسبق أنه كانت هناك تهديدات أمنية أو عدم توفر لظروف أمنية هذا سبب أعتقد أنه غير منطقي أدار الملف إلى وجهة أخرى لماذا الملف بدأ تحديدا بالفار مرورا بعدم متابعة الفريق الوداد البيضاوي المباراة ثم تتويج التراجي ووصلت الأمور الآن إلى عقوبات بحق التراجي ماذا حصل؟ لماذا؟ لأنه الملف من الناحية القانونية لا يمكن بأي طريقة من الطرق أنه يكون في التراجي الرياضي التونسي خاسر بكل صدق لأنه المباراة لماذا وصلنا إلى المباراة؟ نجاوبك نشعر أن هناك إرادة وإصرار من أجل إعادة المباراة فقط لأنه من الناحية القوانية من أي طرف؟ لأنه من الناحية بطبيعة من طرف الاتحاد الفريقي لأنه من الناحية القانونية الصرفة نحن مضبطون بالفار السبعتاش من لوائح الكاف وليتقول أنه الفريق الذي ينسحب بعد التنبيه عليه وإمهاله الفترة القانونية ويرفض العودة إلى اللعب فهو يعد منسحب ويخسر المباراة ويقع تسليط عقوبات عليه نقطة ثانية معناها نحن في الجامعة تونسية كورت القدم معناها نتولى الدفاع ونتبنى الملف لأنه التراجي الرياضي تونسي هو الترف في هذه المباراة ولا ينسب للتراجي الرياضي تونسي أي خطأ لا للتراجي ولا الجمهور كما لاحظتوا على مدى فترة مطولة هل يعني أنكم فاشلتم في الدفاع عن التراجي في هذه القضية؟ بالفعل سؤال في نفس الصدد سيد حامد يدن من الجانب المغربي الدفاع كان في أربع عرقز على أربع عناصر إذن قام بها الرئيس الاتحاد وجامعة الملكية المغربية لكورة القدم إذن دفع عن تكافؤ الفرص قال أن الفرص غير متكافأ بين الفريقين في اللقائين وأيضا تكلم عن توقيف اللقاء وعدم الاستقرار الأمني والتهديدات الموجهة ضد أحمد أحمد فكيف كانت طريقة دفاعكم على ممثل الكورة التونسية في هذه القضية؟ أولا في هذا الملف لم يكن هناك طرح متع دفاع وتلقي مؤيدات أولا لم يقع إعطاء حق الدفاع لأنه لم يقع تقديم ورقة المباراة ورقة المراقب المباراة لكي يتسنى الاطلاع عليها ومعناها مناقشت ما ورد فيها وقع الاستماع فقط للدكتور وديع الجري فقط صحبة نائب الرئيس وتلقي ما لديه من دفاعات فقط ثم وقع الاستماع إلى رئيس الجامعة المغربية السيد فوزي لقجع كذلك لنفس الفترة الزمنية ولم يكن هناك لا نقاش لا دفاع لا عرض للوثائق أن الوقت يدهي من الخطوة المقبلة الآن والذي ستقومون بك يقول لك حاجة برك أنه ملف يقع التداول فيه لأكثر من أربع ساعات باش تفهم قداش كان الملف في غير طريقه لم يقع مناقشت لا قوانين اللعبة لم يقع مناقشت الأمور القانونية وقع التركيز فقط على عدم توفر الأمور الأمنية الهيئة المديرة لترجي تقول أنها ستجتمع في قدم الأيام وستطعن في القرار لدى الهيئات الدولية من جهتكم ما الذي ستقومون بسيد حامد المغرب ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم هو الحقيقة أحنا ما نقوموش ولكن نحن نتابع كحافظين لمصالح النوادي التونسية وهذا قمنا به مش فقط كان مع الترجي الهيئة التونسية هذا قمنا به مع كل النوادي التونسية اللي كان عندها إشكال الملف كان يتابعه الدكتور وديال جري مباشرة مع سيد رئيس الحكومة لحظة بلحظة ولكن نحن نتبنى دفاع الترجي الهيئة التونسي واللي هو اللي عنده النقاط القانونية وهو من يقوم بالاستعناف لكن القرار لم يصل بعد عندما نتوصل بالقرار سنناقشه والترجي الهيئة التونسي هو اللي يقوم بالإجراءة القانونية نحن نقوم بالمتابعة والإحاطة فقط وشير أن مسؤولية